أهلا بكم مشاهدينا وأول فقراتنا في نهارك سعيد هنمتدي في فقرة الصحافة كالعادة وأهم منشطات أخبارنا النهاردة هيكون معنا أستاذ عمد خليل الصحفي بالمصري اليوم سبعة ثلاثة وسلم أنسى عمد واحد ثلاثة الفين واتناشر واحد مارس ويوم يعني أخبار قوية جدا والتطورات المتلاحقة في بلدنا كثيرة جدا خلينا ناخدهم بالترتيب عشان يمكن الكلام هيتقول لأن في كمان أخبار متناخدة مع بعض ما بقيناش فاهمين حاجات كثيرة من الأهرام الصفحة الأولى انتخابات الرئاسة 23 مايو والإعادة 16 يونيو وإعلان الفائز 21 يونيو والمصري اليوم قاضي كبير من هيئة قضاة التمويل الأجنبي قال أن ضغط على قضاة التمويل الأجنبي لإلغاء منع الأمريكيين من الصفر فقرر التنحي والشروق الصفحة الأولى بأمر المحكمة السماح بصفر المتهمين الأمريكيين في التمويل الأجنبي والأهرام الصفحة الأولى لجنة من الشعب والشورى لدراسة مقتراحات تشكيل الجامعية التأسيسية والشروق الصفحة الأولى اللي هو أحمد عبدالله رئيس جهاز الأمن الوطني تعهدنا أمام الله بعدم العودة إلى ممارسات أمن الدولة والمصري اليوم الصفحة الثالثة وزارة المالية مساعدات السعودية مجرد تصريحات دبلوماسية والمصري اليوم الصفحة الثالثة برضو شيوخ خبار السيوة قالوا أن انتقام مهرب الأسلحة والمخادرات هو وراء احتراق ستين فدانا والمصري اليوم الصفحة الأولى آخر خبر القبض على مكاوي القيادة البارز في القاعدة بمطار القاهرة نبتدي بيمكن أهم الأخبار وإعلان جدول انتخابات الرئاسة والأهرام الصفحة الأولى انتخابات الرئاسة 23 مايو والعادة 16 يونيو وإعلان الفائز 21 يونيو ويمكن نريد أن نضيف من 23 مايو و24 و16 و17 يونيو هو ده يمكن فعلا أن أهم الأخبار لأنه حدد جدول الزمني بالنسبة للانتخابات الرئاسة كان مبارا في مؤتمر صحف عقد ومتشار فارق سلطان وقال بشكل محدد أن المحكمة المختصة بتحديد الجدول والنظر في كل شيء في انتخابات الرئاسة في الفترة دي ده يعني معناها أنه كان كتير من الطيارات السياسية بتقول مطلوب رئيس في الفترة القادمة فخلاص حاليا نتحدد رئيس مصر القادم هيكون في الفترة دي في نفس الوقت حددت قليات الأعادة المقابل يعني خلاص ده الجدول اللي بيمكن المجلس العسكري أثبت أنه هو جدي في جدول تسليم السلطة للمدنيين بس نتمنى بعد رفض مجلس الشعب الغيال مدة 28 أنه الانتخابات تبقى يعني مثال زي ما بيقولوا أنهم يعملوا نتمنى هو المفروض يعني هي اللجنة العليا المشكلة برئاسة المستشار فاروق سلطان هي المختصة بكل شيء ما يخص انتخابات الرئاسة وهو يمكن كان ده اللغط أو الاختلاف ما بين المجلس الشعب واللجنة بيقولوا أن اللجنة ليها أختصاصات غير محدودة واللجنة ردت قالت أن هي لجنة مشكلة بقرار دستوري وهي المختصة لحد إعلان نتيجة الانتخابات هو كان الكلام بس أنه لعدم إطارة المرحلة اللي انتقال لي لأنه الطعن ومحاولات الوقف يعني ما أحدش فهم قوي برضو الموضوع لأنه فيل أنه دي يعني تمثل عدم دستورية أنه كده قانون أنه المدة 28 ينبقى تخالف يطعن عليها بعدم الدستورية يعني نحن لو مسكنا فيه حاجات كثيرة منها لنفسها الإعلان الدستوري الأخير وقرر طمحي مبارك فإعلان الدستوري حل محل الدستور بتاع 971 وهو اللي يمكن ماشيين به في الفترة الحقيقة نتمنى نتمنى انتخاباتنا زيها واننتخب رئيس جمهوريتنا لأول مرة بشكل نزيه وهنشوف المصري اليوم الصفحة الأولى والشروق الصفحة الأولى خبارين عليهم علامات استفهام كبيرة جدا قاضي كبير من المصري اليوم الصفحة الأولى قاضي كبير ضبط على قضاة التمويل الأجنبي لغاء منع الأمريكيين من السفر فقرر التنحي وبعديها الشروق من الصفحة الأولى بأمر المحكمة استماح بسفر المتهمين الأمريكيين في التمويل الأجنبي طيب أول سؤال حيطرق لزهن أي حد دعت في البيت منين المحكمة تنحيت ومنين المحكمة أمرت بسفر الأمريكيين هو يمكنكم مضمون الخبرين نفسه في المصري لا في المحكمة تانية هو كان فيه قرار تظلم من ثمن أمريكيين من المتهمين وقرار تظلم منعهم من السفر ووافقت المحكمة على رفع أسمائهم من السفر ولكن هم مازالوا متهمين في نطقة القضية لكن القضية الأهم هو موضوع قرار التنحي أن خاصة قضية التمويل من أول ما ظهرت وأول ما تم الألان عنها الكل يقول أنها قضية سياسية وأكثر من أنها قضية جنائية لأن المنظمات دي كانت عاملة لها 15 سنة في مصر مثل فريدوم هاوس وميبي والمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ولكن كان عامل في مصر بدون ترخيص يعني كنا عاملين حتى في ظل النظام الصبر فتوقيت الأبد وكان بعض الشخصيات الهمة كانت فيها نجل وزير العدل الأمريكي سام لحود هو السؤال هو وضغت من مين يعني هو القضي الكبير قال أنه فيه دورت طب هو وضغت كان جايب من مين مين اللي كان بيضا بيحاول يلغط عليهم اللي أدى بيهم إلى أن هم يتنحوا هو أكيد يمكن إحنا السؤال إجابته جاءت يمكن أن تبقى اللي فات كان فيه نجون مكين وكان فيه ديمبسي اللي هو الأرقان الأمريكي وكان فيه كان كلهم يمكن بالشكل الأول أو أهم قضية بينقشوها على أجندتهم مع المجلس العسكري ومع الحكومة المصرية هو موضوع المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي يعني طب ما هو الأمريكان ما يقدرواش يعني ما أعتقدش أنهم ما يقدروا يضغط عليهم مثلا أصدقائهم المصريين أكيد من السلطات المصرية من السلطات المصرية طيب خلينا نقف عند السلطات المصرية عشان يعني ما نشخ نقدر نكمل بعد كده نسأل بقى مين في السلطات المصرية أعتقد ده السؤال اللي هيبقى في زين الجميع وأعتقد أنه ده الفترة القادمة الناس كلها هتتكلم في النقطة دي مين اللي بيضغط على خروج الأمريكيين طيب هو بس السؤال المحكمة يعني هو داتي احنا فهمنا أنه الهيئة الأولانية تنحت للأسباب دي وأعلنت ده طيب أنهي محكمة بقى تانية هي يعني اللي سمحت بسفرهم هو المفروض هم كانوا قدام محكمة هو كانوا قدام محكمة جنايات القاهرة المفروض هي بتبقى فيه دائرة معينة هي اللي بتختصف مصر القضايا نفسها هم هم أكيد قدموا لدائرة أخرى موضوع قرار منع من السفر لكن فيه برضو تدرر في الموضوع ده يمكن الشروق هي اللي موضحها لكلام ده أكتر المصر اليوم الخبر بتاعها بيقول أن المحكمة نفسها وأعضاء الهيئات القضائية بيقولوا إحنا ما عندناش علم بالقرار نفسه قرار اللي هو منع أو إلغاء المنع من السفر يعني ده الخبر الكارثة أو المشكلة الكبيرة أن هيئة قضائية اللي بتحقق في القضية نفسها هم متعرفش وعلى علم بمجموعة متهمين أو متهمين أساسيين أنهم يتمنع يتمنع موضوع قرار منعهم من السفر أو يتم سماح ليهم بالسفر بدون علمهم عموماً الكرة دلوقتي في مجلس شعبنا هو لمفروض بقى يسأل وزير العادل مين اللي ضغط ومين اللي عمل مفروض أن احنا دلوقتي عندنا مجلس شعب ومنتخب مفروض أن هو بيكلم بإسمنا وفي شامقية كمام أكتر من كده يعني مستريحين البرلمان بتاعنا مفروض بيتكلم عننا خلينا ننتقل بقى بناسبة البرلمان الخبر اللي بعديها للأهرام الصفحة الأولى لجنة من الشعب والشورى لدراسة مقترحات تشكيل الجامعية التأسيسين هو ده يمكن أهم خبر في المجموعة الأخبار كلها أو الحديث اللي شغل المرسلين كلهم لجنة أساسية للدستور الميت شخص اللي هيشكله الدستور اللي هيكون هيرسم خريطة البلاد أو هيرسم بلد نفسها والخريطة السياسية لمدة ميت سابق أو أكتر المبارح كان فيه لقاء ما بين ساعدة كدهة من رئيس مجلس الشعب كان بيهني أحمد فاهمي رئيس مجلس الشورى الجديد المنتخب وقال لتصرحات عقب اللقاء أنه لن يتخلى مجلس الشعب والشورى عن تمثيلهم داخل لجنة أساسية ده اللي فعلا بقى ممكن يكون فيه عدم دستورية لأن الإعلان الدستوري كان فيه نص صريح بيقول أن على أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين انتخاب لجنة أساسية وليس تمثيلها أو الاشتراك فيها يعني من حقهم انتخاب الميت فرض اللي هيعملوا الدستور أو اللي هيشكلوا الدستور وكان أساسا مهمة المجلس نستشاري أساسا كده أنه يعمل أساسا دي مهمة الأساسية اللي هو ما عملاش لغاية دلوقتي هو ما عملش حاجة لغاية دلوقتي لكن يعني تصرحات الحرية والعدالة بصفتها الحزب الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى قال يعني بتصرحات أنها لن تتنازل عن 20% ممثلين من أعضاء مجلس الشعب فقط تصرحات تانية جامعة الإسلامية قالت لابد أن يكونوا من طيارات الإسلامية مجتمعة تمثيل 80% من اللجنة الأساسية للدستور في مظاهرات أو كان في مطالب الأجباط يمكن أعلنوا أنهم يتظاهروا يوم استبت أمام مجلس الشعب أو الجلسة المشاركة أو ساي الشعب والشورى للتمثيل داخل الدستور المشكلة هنا أن موضوع المجلس لا يوجد أي معايير لغاية لا يوجد أي معايير لكن هو دائما يمكن الدستور الأمريكي مثلا الموجود حاليا الذي كتبه وعمل الأفكار الخاصة به كان فنانين ومصقفين وأدباء 9 مواد ما هو الشعب الفضيعة لا يعني هو كمان ما فيه دستور وفيه الدستور اللي هو الهاردكوبي والدستور العادي يعني زي عرف ومنتفق عليه لكن المشكلة نفسها هو حتة حزب الأغلبية حزب الأغلبية هو النهاردة حزب الأغلبية ممكن يتلغي يتحلي المجلس وده موجود في الألوان وده مطعون على عدم دستورية المجلس بسبب تلت اللي هو الفردي بالزبت المفروض يكون للمستقلين معي برضو الموضوع مطط ممكن المحكمة الدستورية لأولي عمال ما توقعكم في الموضوع يكون مجلس الشعب ده خلص وانتخب نواحد جديد ممكن تتقدم بسرعة العملية الأمر سهل جدا أنه يشكل ميت واحد يشكله كل أطياف المجتمع المصر من القباط من الهيئات من المجتمع المدني من مجلس الشعب والشورى ممكن من المستشارين من أعضاء المحكمة الدستورية نتمنى أنه مجلس الشعب زي ما هم حزب الأغلبية زي ما هو مهتم جدا بالجماعيات ومهتم بأنه عايز يشكل مستقبل مصر نتمنى أنه يبقى الدستور للجميع لكل من يعيش على الأرض ومصر وكمان نتمنى أنه مجلس الشعب يهتم أنه هو يعرف مين اللي بيضغط على القضاء بتاعه وأنه يعني نفهم على الأقل يفهم إيه اللي بيحصل في القضاء ما يبقاش الشعب قاعد مش فهم حاجة والمجلس بتاعه ومفروض أنه هو بقى إيه؟ يعني يعرف له ده دوره نعم نجد غرف المطالبة بحاجات تانية زي الغاء الإنجليزي والغاء الحك آآآآ صح دي 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 حقيقة للأسف وقتنا خلص كان نفسي نكمل بقية الأخبار بس قد وقالوا لأنهم ما خلص أستاذ عمد حليل للصح في مصر اليوم نتمنى أن نتقابل في ظروف تكون أفضل وأن نكون عارفنا الدنيا رايحة على وين بس قبل ما نخلص سعيدين نقول أنه يعني من أهم الأخبار الخبض على مكاوي القيادي الباريس في القاعدة بمطار القاهرة ويمكن ده من الأخبار اللي جاد فوسط الزحمة كده بس يعني وكمان كان فيه لابس أنه هو سيف العدل لماسك القاعدة قبل كده استلامين لا هو سلام مكاوي ده ومجرد كان قيادة في التنظيم وقال أن صلاته انقطعت به سنة 1989 نعم كان فيه أخبار تانية كتير بس للأسف الوقت خلص خلينا مشاهدين نسيبكو عن تقرير عن الإدمان بين الشباب وقيم بالمركز القومي لتسموم ندوة بعنوان الإدمان بين الشباب وذلك احتفالاً باليوم العلمي الثمنتاشر للمركز نشوف تقريره ونرجع نكمل فقراتها في نهارك سعيد تابعون